ثم أحبائي إذا مننتقل للعهد الجديد وهنا نحتاج إلى مجلدات أن نتكلم عن القديسة المطوبة مريم العذرة اللي الرب اختارها والرب اصطفاها على نساء العالمين الرب اختارها أحبائي أن تكون أم يسوع أم الرب يسوع المخلص لكل البشرية فهي يعني وجودها كانت قناة أداة أن يأتي المخلص وهي اللي بشرها الملاك وقال لها سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك وطبعا سألت مريم كيف يكون طبعا الملاك قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا قال الملاك الروح القدس يحل عليك آمنت بهذا الوعد وعندما تقابلت مع واحدة من أعظم النساء في العهد الجديد مريم ألي صبات أم يحنى المعمدان قالت لمريم مريم المطوبة العذراء من أين لي أن تأتي أم ربي حقيقة يحنى المعمدان يعتبر أعظم نبي في العهد القديم يعتبر الجسر بين العهد القديم والعهد الجديد وطبعا بعد المطوبة مريم ألي صبات تعتبر أعظم امرأة في العهد الجديد وتلك النساء أو الأمهات ولدنا أعظم شخصيتين يسوع المسيح وطبعا لا يمكن أن نقارنه بيحنى المعمدان يحنى المعمدان كان مجرد أدا وسيلة صوت سارخ أو كما قال يحنى لست مستحق أو أستاهل أن أحل سيور حذائه وأنه ينبغي ذاك أي يسوع أن يزيد وإني أنا أنقص ولكن أحباء الجدير بالذكر أنه مش بس ولدت أم المخلص الرب يسوع المسيح مريم نفسها كما تنبأ عنها تنبأ عنها أنه سيجوز سيف في نفسها فواجهت وعانت كل أنواع الألام تخيل أنه ملك أراد أن يقتل الطفل يسوع وبعده يعني صاب صغير وتخيل أنه اختبرت التهجير واللجوء هربت إلى مصر وهناك أحبائي لفترة زمنية كانت تنتقل من مكان إلى مكان وتخيل معي كل المواجهات والاتهادات اللي كان يوجهوها ليسوع المسيح ومحاولة قتل المسيح عدة مرات وتخيل أنها احتملت الألام إذ كانت عند الصليب عم تراقب استهزاء وتعيير الشامتين ولسيما من رؤساء الدين من الكهنة ورؤساء الكهنة والشعب أيضا والجنود وتخيل معي أنها تراقب يسوع اللي احتمل الجلد والعار وهذا الآن يسوع معلق على الصليب فكم من الألام احتملت مريم من أجل هذا قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني طوبة لك يا مريم فعلا تعتبر واحدة من أعظم نساء العالم بدون أي استثناء هي الأعظم بين النساء